قلت ليه إنه الزمالك خلاص الكاف الكهيدة ترفع والزمالك في مرحلة أكيد مفاوضات مع لعابين أكيد الزمالك حاطينه على مين في الانتقرات الصيفية تكلم مع مين فعلياً والمراكز اللي هو محتاجة طيب نبدأ من آخر حاجة المراكز اللي هو محتاجة حليا نقول طلبات الرجل دايركتا كريم طلبات جزي جميز لما تكلم مع الإدارة محتاج إيه عايز إيه رقم واحد بالنسبة لجميز هو شايف إن الزمالك محتاج مهاجم رقم واحد مهاجم مش مصر مهاجم يعني مهاجم أجنبي وفي حتة المهاجم دي لأن كلام كتير طلع ومهاجم حرص الحدود محمود ممضوح محمود ممضوح وقع على النادي الزمالك ولكن مش كل Rights يمضي بيجي في يناير الزمالك مضى أحمد ياصر ريان ومجابش أحمد ياصر ريان ومضى محمد شكري فمش كل العيب بيمضي بيجي النادي حتة المهاجم الزمالك رقم واحد بالنسبة له التفكير مهاجم أجنبي مع استمرار سيف الجزيري وعودة حسام أشرف المعار لنادي بلدية المحل دول الشكل بنتكلم في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده ده الشكل الزمالك رسمه يعني سيف الجزيري مهاجم أجنبي آخر وحسام أشرف وحسام أشرف ده الشكل الزمالك رسمه للتلات مهاجمين اللي يكونوا موجودين في السيزون الجديد عظيم وارد محمود مامدوح يتعرض على جوميز وارد يكون فيه خيار جديد يطرح خلال الفترة الجديد احنا بنتكلم انه لسه قيد قدامنا مثلا بس في المعاجمين اللي موجودين دلوقتي هوم الشيف غير سيف الجزيري سيف الجزيري لانه فيه كلام كمان طلع ان سيف الجزيري يمشي ده كلام مش مش صحة خالص يعني الزمالك متمسك باستمرار سيف الجزيري بقى المراكز اللي طالبها الجوميز وينج شمال أجنبي لعب رقم 6 ودي مفاجأة لان الحتة في نص الملعب بتاع زمالك زحمة لكن هو الراجل شايف ان محتاج لعيب 6 كويس انت عندك مين غير دونجا 6 دونجا وروق وروق او ممكن تقدر توظف يعني الراجل برضو ساعات بيقعد يوظف كده بس احصل انه اللي 6 صريح وواضح جدا هو دونجا طبيعي ومنطق ان يبقى بوص على حد 6 كمان اه يعني دونجا هو اللعيب الوحيد اللي بيقدر يقدر 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 الفترة دي في المركز ده فممكن يبقى رقم 6 اللي جاي ده اجنبي او لعب مصر هم لسه مستقروش ولكن في اسم شوية منور شايفينه حطين العين عليه ومن يناير كانوا حطين عينهم عليه وهو محمود جهاد لعب وسط نادي فارقه محمود جهاد كان في المنتخب الولمبي في معسكرات كتير لعيب كويس يعني في الناس في ناس الزمالك شايفينه ان هو لعيب جاي ودي الخطة اللي الزمالك شغال عليها كريم لان الزمالك عايز ينزل بمعدل الاعمار لو بصيت لاغلب صفقات الزمالك باستثناء عبد الله السعيد هتلاقي ان الزمالك بيحاول على قد ما يقدر ان هو ينزل بمعدل الاعمار الناس الزمالك كمان عايز يعتمد على الشباب يعني الناس بتقولك الزمالك مثلا هيجيب بقرية لا الزمالك هيرجع احمد محمود المعار للجونة بقرية المعار للجونة الناس بتقول الزمالك مثلا هم اتنين معارين اللي رجعين احمد محمود وحسام أشرف فالزمالك بيبني فريقه على ان يبقى سن نزول بمعدل الاعمار سن صغير وزمالك هيجي مدفع والله انا استغربت يعني انا اللي عارفوا ان الزمالك كان بيتحرك في مدفع النهاردة سألت اتقل لأ ليه قلت لهم ليه انتوا الحتة دي الناس كلها شايفة ان يفهم مشكلة قالوا لي تعالى ان ندردش كده مع بعض موجود حمزة المسلوسي هيرجع الوينش مع بداية السيزون الجديد موجود حسام عبد المجيد موجود احمد رفاعي الناشئ موجود احمد مجدي الناشئ فقلتهم بس يعني وجهة نظري انا بتناقش فني شواء مع المصدر وطول وجهة نظري ان ما يشلوش يعني فرقة كبيرة وحتى ضربت مثلا بالنادي الاهلي ان النادي الاهلي عنده عبد المنعم وعنده ياسر وعنده ربيع ومتولي راح جاب يوسف ايمن بغض النظر عن يوسف ايمن وراجل طالب واحد كمان دي مثلا مفاجأ فيه متغيرات اكيد لكن انا بكلمك على الارجنت بالنسبة الجميس في طلباته هم التلات مراكز دول مهاجم وينجليفت نص ملعب ستة واحتمال كمان ان الزمالك يتحرك في اتنين لعيبة فارقة تحت السن زي مطيبة بلا مراكز ما دي برضو من ضمن المفاجئات ان هم مش لقين باكليفت قالك مفيهش ما عندكش غير فتوح تريبا ما عندكش غير فتوح فقالك احنا بنحاول نجاهز حسن ابو المعاطي الباكليفت اللي اخد المطش الاخير بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نجاهزه فهو اللي يخش مع فتوح لان احنا مفيش باكليفت فاحنا بنحاول ندور في الدوري سألت هل ممكن يكون فيه باكليفت اجنبي اتقلي صعب ولكن بنحاول نشوف يعني جونس النجويم ما مدخلش اهتمامات نادي الزمالك خالص بص فيه لعبة كتير اتعرض جونسان والنهارده قريت اسحاقي عقوب مشكلة رهده سنه اه اه اعتقد اكبر كمان اعتقد اتعطي انت انا مطش الهارده كان قابليه في المصاب بقاله فترة ورجع واتعرض اسحاقي عقوب واتعرض يعني وفيه حد مهتم بيه من مجلس ادارة الزمالك لكن زي ما قلت لك مش كل اللعبة هتيج بيه